السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك وحبابا عمين ايو حشتوني جدا جدا معاكم مرة ومراه من قناة الطبخ احلى مع نغم هنعمل مع بعض النهار ده طريقة البوكسات دول هنعملهم بطريقة سهلة وبسيطة من صاجر بعين فى خمسين زي ما احنا متعودين بمقادير السبع بضع يلا بينا نشوف الطريقة ومن كونات ازاي كل بوكس فيه تورطايا مني تورطايا يعني مش تورطايا واثنين قبل التورطايا مقاس 15 فى 17 الالتفاع بتاعها زي ما انتم شايفين زي ما انتم تشوفون في الفيديو كمان هنا انا عملت صاجين صاج بالشوكولاتة وصاج بالفانيليا بمقادير السبع بضع طبعا الصاج بتاعها زي ما انتم عارفين مقاسه اربعين فى خمسين هنا قطعت الصاج على ثلاث طرطات والطرطايا هتبقى ثلاث ديسكات عملت الطول بتاعها خمستاشر والعرض بثلاثتاشر سنتي يعني الطرطايا هتبقى ثلاثتاشر فى خمستاشر بعد التجليس هتبقى مقاسها خمستاشر فى سبعتاشر مقدار السبع بضعات زى ما قلتلكم قبل كده كزا مرة وزى ما عملتوا معاكم بفيديوهات كتير سبع بضعات بيكونوا برا التلاجة يعني بحرارة الغرفة اه وهنحط عليهم رشد فانيليا وهنحط عليهم كوبات سكر ونضربهم لحد مضرب لحد ما السكر يدوب خالص وهنرجع نحط عليهم تانية اه وهنسيت اقول لكم معلقة خلي كبيرة الخلي ده بيدها شاشة للسبونش وبيخلي لسبونش اللون وفتح زى ما انت شايفين معايا كلا هيبقى صبع بضعات عليهم معلقة خل عليهم كوبات سكر عليهم مرشد فاليليا هنضربهم لحد ما السكر يدوب هنرجع نحط عليهم معلقتين كبار من بتوع الاكل محسن جلي شفاف هنضرب هيعمل فوم وهيبقى تقيل وهنجي نختبر الفوم كده ان احنا نرفع المضرب ناقيه هعمل منقر ثابت ما بينزلش هنحط عليها كوباية لربع اه مية مية عادية من الحنفية وهنضرب خلطها يسيل شوية وهيرجع يمسك نفسه تاني هنكون احنا نضيفنا بنفسه مقاس الكوباية او معيار الكوباية كوبايتان ونص دقيق وننخلهم ونحط عليهم ربع كوباية نشا وهنحط معلقة كبيرة محسن كيكشف بيكينج باودور بيغمى اللزبونش شوية انما المحسن كيكشف في مواد رافع اصلا كمان غير النواب يخلي اللزبونش فاتح اه طبعا احنا بنضرب بالمضرب مضرب القهربائي فلازب ان احنا نريحها انا بنضرب شوية ونريحها شوية لشان برضو المضرب متحرقش اه انا بضرب لحد ما بحط المباجع قبل ما انزل بالمية كده بافتح الفرن على درجة حرارة مية وتمانين او الفرن بقى درجة حرارته متوسطة اه اول ما بفتح الفرن بحط فيه من تحت صانية كده فيها مية علشان درجة الحرارة يعني البخار بتاع المية دي تطلع تخلي درجة الحرارة كلها موحدة في قلب الفرن وخلي اللزبونش ما يتحرقش هنا جبت القعدة وحطت عليها جزء من الكريمة علشان اه اثبت فيها اللزبونش اه خلط التسقيه هنا زي ما قلت لكم انا بعمل نص كوبات السكر عليها كوبات ونص مية علشان ما بحباش بمسكرة او لان اه يعني الزبان او العمر اللي بياخدوا مني الشغل بيشكروا جدا في اه في كمية السكر اللي في السبونش وكمية السكر اللي فتورتية عمتا يعني بيشكروا فانها مش بسكرة او زي بتاع المحلات فان بخلي كوبات ونص سكر اه نص كوبات سكر على كوبات ونص مية رشة فانيليا عصرة لمونة وبحطوهم بس ياخدوا غلو واحدة على النار اه وبطف عليها اه بسيبها تبرة خلص لحد ما ما اجيشتغل يعني بكون خلاص بريدت تماما وباضفها على اللزبونش زمان شايفين والله والله واللزبونش ساعات اصلا بو دايما مش ساعات بس ما بحتاجش نواية ساقة بس اه لما تيجي تجربها كده في مرة وعملها في البيت للاديك مسلا كده وعمل واحدة ما انت بتسقيها وواحدة ما تكونيش ساقيها تلاقي اللي هي المسئية دي فعلا عطيها هشاشة وتروى جميلة جدا وطبعا عودي نفسك ان انت ما تيجي تعمل التورطاية حاول انت تتخلصيها وتسيبها في التلاجة تتربع ساعات قبل التسليم او ياريت لو انت مسلا مخلصها من بالليل على بيات متأخر خلص كده وبعد كده تسلمها تاني يوم اه بجد من طورتها يكون السابقة بعد الفينش بتاعها كده اه فترة كبيرة في التلاجة او مثلا تاني يوم اه اه وتسلميها تبقى طعم تاني مختلف جدا تبقى كلها اخضم بعضها كده بتبقى جميلة بجد اه هنا اه انا كنت ضربت كوباية كريمة واحدة بس انا بضرب حتى لو هعمل اردورات كتير بضرب كوباية بكوباية لان اه الحالة الاستانلس او العلبة الاستانلس لقدامك ده انا بتاخد كوباتين كريمة بس انا بحب اضرب كوباية واحدة بس على اساس ما الكريمة لو غابت مني وانا بشتغل بتاخد هوا بتعمل صفاقية كده اه في التجلس فبتبقى امداء انا حطت هنا كوبات كريمة حطت على كوباية ونصف ماية معلقتين اه اه كريم باستري حطت رشة فانيلي حطيت ضرد وحوالي معلقتين او تلاتة جناش شكرتك وتعملها معاكو قبل كده عشان هي كان مقلوب منها وثلاثة معلقة سكر وثلاثة معلقة سكر دول اه مناسبين جدا لطعم الكريم اه هنا عملت الجلو المانجا وحطت عليه نقطتين كده جلو فراولة اه وشبحتهم بس بالمعلقة كده ادوا الشكل اللي شايفين وده هنا هنزل بالدربات زي ما انتم شايفين واحط برضو هنا وحطت في الجنب التاني جناش الشوكولات اه 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 هحط هنا برضو خطوط كده بجناش الشوكولاتة هعملها اه خطوط رايحة جاي كده بالابوس بتاع السكينة او بالعصاية بتاع الشيش توكو مقاسة ارتازة كانت ترتاشر في خمستاشر بعد الفينيش بقى خمستاشر في سبعتاشر الحقيقة انا كنت عمل العرض الاول ان انا هعملها كده من غير الروزيتات اللي فوق بتاعت الكريمة بس انا رجعت تاني هنا هنتحس ان هي عطية منظر ان هي الكيكاية كبيرة كده في الشكل هي ما شاء الله الاسبونش بتاعها عالي بس الوسع بتاعها ان هي كبيرة المفس افسدي علبة الزياده بالروزيتات بس حسات ان المساحه تكون متغفقت واحاك safer نفسها باقما اراجع بس Jersey طلعها في علبة اكبر من بتاعة داستة الجاتو. لو هتطلعها في العلبة بتاعة داستة الجاتو اعملها من تجير رزيتاته اللي فوق. هنا هعمل اه بالجيل والمانجا. انا بقى هنا اغلطت غلطة جامدة وما اخدتش بالي منها اساسا. اه في في الارضرات دي. انا كنت بنسى وبحط او الفكرة جاتلي بعد محطات الجيلوهات. المفوضة انت ما بتيجي بتعمل الرزيتات بتعمل الرزيتات داير ما يدور على الترطاية الاول وبعد اكيها بتحط الجيلوهات اللي انت عايزها كلها في النص وتنزل بالدربات من الجنب بقى اللي هي اه اللي في الناحية بتاعت الرزيتات من بره كده بتمل الفراغات زي ما انتم شايفين. عنا المرة ده حطيت غطيت الوش كله بالجيلوهات ورجعت عاملت الرزيتات. فهي ممكن لو هي راحها بمكان تاني بره البلد مسلا او هيتركاب توك توك او كده زي حركة الاردرات بتاعت كده الرزيتات ممكن تنزل لو انت مش مساقعها او مش متلجها كويس في التلاجة. فانا وحبت اقول لكم انا غلطت في الغلطة ديف عشان لو بتعملوها زي ما تعملوهاش. احط الرزيتات الاول بعد كده امني الفراغات بقى من جوه من بره بالجيلوهات زي ما انت عايزة. هنا كان النور قطع عندي فانا هكملت بقى التنزيم بتاعها كده على السريع كده حد من من نور جاه لان كان كمان كنت بشتغل من بدل وكان التلفون بتاعي فصل شحن. هنا حطيت الضس الذهبي كده حطيته على الوش. وهقطع برضو هكسر برضو البسكوت اللي هو القريو ده هكسره هقلب منه نصه كده المكسر في شوية ضس ذهبي ونص التاني هسيبه سده زي ما هو قلبهم على بعض. جبتي هنا الكريزب اللي هو المدور كور دي او الملتظر زي ما تقولوا عليه وعمل هو كان لونه بني. آآ فانا حطيته في الضسط وآآ عملته لون آآ دهبي كده حسيته ان هو شكله يابه افضل يعني في في الجلوهات اللي احنا عملينها دي ما يكون دهب غير ما يكون بني. آآ هعملوا كلهم يعتبر شكل واحد بس باختلاف بس الجلوهات آآ آآ وجبتي هنا البسكوت اللي هو الموني قوريوس صغير ده حطيته برضو على الضسط الذهبي آآ انا ترمى عندي ضسط ذهبي هفضل اشتغل بلي انه بجد بدي شكل وبيدي لمعه وبيدي رونك كده للطورطة يعني انتي دي جتبصة على الطورطة بتيقم زيناها وكل حاجة بشكل جميل جدا آآ بتيجي تحط عليها او بترش على رشة خفيفة من على الوش من فوق كده بالضسط الذهبي بجد بدي شكل تاني كأنك غيرتها 380 درجة و360 درجة. حطيت هنا واحدة مني مني قوريوس كده بعد ما عملتها بالضسط الذهبي حطيت في كل زاوية واحدة زي ما انتم شايفين. آآ او قبان. آآ زمان شايفين التازين بتاع الطورط كده زمان شايفين. آآ انا حطيت عليه آآ الكريزب الصغير اللي فوق ده برضو لونته بالضهبي اللي حطيته حوالي المرتزر الدهبي ده وحطيت في كل الزاوية هنا آآ آآ تراتة كده من من الكريزب المتلون بالضسط الذهبي وحطيت في الزاويتان الثانيين آآ من قوري برضو حط عليه الضسط ذهبي. حطيت هنا برضو كريزب بن على الرزيتات من فوق كده عشان تدارها منظر جمالي برضو حطيت في الجنوب هنا آآ من قوري وكسرته يعني جبت شوية من قوري كده كده بس بيديو الهون كده قسمته نصين. بعد ما قسمت البسكوت بعد ما كسرته كده لنصين آآ حطيت شوية دست على نص منهم مقلبتهم فبعد كده اده لون آآ آآ دهبي كده عملت زي الطرابي لما قلبت الجزء ده على الجزء ده بقى زي اللون الطرابي كده. انا ما صورتش معكم مكبات المرات لانا كنتم صورت فيديو قبل كده والله ما نعرف هو هنزل ولا لأ آآ انا كما طلوم مني برضو المرات دي آآ آآ اردر آآ لسوبر ماركت آآ كبات زي دي كده آآ فانا عملت الكمية بتاعت سوبر ماركت عملت زودت على شوية ستة اللي انا عايزاهم فما صورتوش بقى معكم مرات عملت الكمية ده هاخد الستة اللي انا عايزاهم لتاعت بوكسات اللي ورطوها معاكم آآ والبقى هينزل ان شاء الله للسوبر ماركت آآ في لسة حوالي خمسة او ستة كده نسا مغلفتهم شي نسا هعملهم هنزلوا تابع آآ الوردر بتاع سوبر ماركت ان شاء الله. انا مرضيش تصورهم معكم المرات بس عشان مطولش الفيديو عليكم. آآ يارت لو وصلتم معنا حد هنا تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس على الكل. وبكده نكون وصلنا الاخر الفيديو بتاعنا يا لات لو عجبكم وتنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وبالهنة والشي.